ليه مني عن الوالد والوالدة؟ اللي هما يعني خرجوا أول شاب متعلم أول شاب عده أنا الوالدة لأ إنما الوالد كان تعلم تعليم أزهاري بس متوسط يعني خد معهد أسيوط وتعاين مدرس وطبعاً لما أنا بدأت أطلب أروح يعني خد مقاومة يعني يعني فضل لغاية للطريني أنا لغاية للوالدة أنا وليش عارف أنا عملت لك بحقيقة يعني يعني ليه أنا أصريت على أن أتعلق مع تعليم عام وما تعلمش تعليم أزهاري تعليم أزهاري أنا وصلك به الحال إن أنا تقريباً امتنعت عن الطعام وكنت ابن اللي أحييت يمكن التمارض في السن ده يا أستاذة يعني هو بيبقى السن بيبقى فيه يعني دائماً بنحاول نعمل حاجة عكس الأبري يعني أنا 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 في مدارس البلد من خمسة إلى ثمانية دخلت خمسة إلى خمس سنين وشبتها ثمانية والإصرار ده والنتم ده إن أنا روحت طمع ابتدائيه وأنا ثمان سنين وتغربت يعني يعني قبيلت الغربة وسكنت مع عائلة شت مسنة كنت بروحي وجد كميسس والدومه والسابت ببقى ويعني ما ندمتش يعني بالعكس خدت البلدية بتفوق جاتني مجانية من الوزارة في أولى سنوية مجانية طول مدة الدراسة في تانية سنوية عضيت أولى سنوية الوالد كان موجود في حدة قريبة مشي الوادي في تانية سنوية بالصدفة روحت أشوف المدرسة قبل ما تتفتح اليوم السابق قبل الناصر قال لي أنت مين أنت كذا أنت بلا طب تفضل روحت حاجتك دخلية مجانا كل سنوية دي كانت مدرسة دخلية سهاج سهاج وأسيط كان هما المدرسة الحكومياتين وكان فيهم دخلية كنا ستين واحد دخلية مجانا وخدت السنوية العامة فيه يعني يوم كامل في المدرسة وحضرتك واكل شارب نايم منزاجك في العالم في كل حاجة إلى أن خدت إلى أن حصل بها أن خدت السنوية في السواج أنا أساسا كنت كان بودي يعني أكون طبيب علم علوم كانت بكل طيب لقيت نفسي في أدبي أدبي كان 11 مصر ولقيت أن أنا أخذ المرة النهائية في أدبي رفضت أدبي قالوا طب تاخد علم الرياضة مؤقتا لغاية ما يفضلت ما كان فيه علم الرياضة كان 19 السنوية العامة كلها في مصر كانت خمس تلاف إحنا نهاردة 304 مليون 5 مصر 505 طالب على مصول� ãyAb部 ملايين طبعنا رفضي طبعاً عاجبتني خمسة الرياضة استمرت خدت وطلعت على على اسكندرية لو جمعتنا اسكندرية الأول أنا أطلت على القاهرة لقيت القاهرة قائمة 200 واحد وقالوا وللنأسف ترتيبك في جمع اسكندرية طبعا اسكندرية في ذلك الحيب غارات كانت حربة على مية كان هتلر هريها من نيبيا يعني إن والد أني نعم إحنا لسا ما نعرف إحنا ما زرناش اسكندرية حرقنا أنتك طائبة بس كفاية كين قلت له طبعا مهلا فتاني يوم رحت تقول لي التجارة التجارة واسم التجارة قلت في البند هايقول لك تجارة ولا دخلت هندسة ولا دخلت طب ولا دخلت طبعا أستنى شوي وأنا فأيت ماشي كده مرت على قولت قلت له قلت له أنا طلعت قلت له طلعت فوق وكان ما فيش كان ما فيش لا 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 بتاخد الدوسية في إيدك وتدخل على النسانجل يشوف شاف الوراء قال ألا 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 أنتوا مبور نزا أني مجموعة اللغات عندك عرب وإنبريزة فرنساوي كبير وبمبتضى ذلك أنت مصبور وللعلم أنت نمرتك في الإنجليز في الإنجليز أنا مره عالي يومي فيزا حبيت أهدام الإنجليز وبكرة إن شاء الله هجيب من العشرة الجنين بتاع المصاريف كانت عشرة جنيه مصاريف الجامعة أه كانت عشرين الإصل الأول إن كانت دي العشرة الأولى والأخيرة اللي دفعتها لم أدفع مصاريف تانية خاصة المصاريف هل تفوقت بقى بالتخاوم والتبتاع؟ لا يشوف أنا تفوقت في ساملي السنوي أنا دفعت ستة جنيه ونصف أول إست في بلسا لأنه لتفوق أداب إنجليزي لأ أداب إنجليزي كان نصف 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 أولاً نحنا كنا ندفع تمانية واروية أرمع وعشرين بنات واروية عشرين الغالبية كانوا مدارس لغات فبالنسبة لي نحنا كنا حوالي خواصة ووقتها كان فيه مدارس لغات ومدارس حقوقات إنجليزي موجودة ونسبة لي مدارس لغات دي كانت طبعاً الإحلال اللغات طبعاً طبعاً كان فيه المدرسين المشهورين هنا فيكتوريا في المعادي فيكتوريا كوليج بعد كده دخلوا إنجليزي فدول معظم الولاد دول هم كانوا متفوقين عننا كلغات يعني يعني مهما أنا عمل مهما أنا كنت شاطر مش هطلع زي فيكتوريا ومش هطلع زي إنجليزي المهم في نهاية العمر أخذت المكان أخذت الصنص يعني وهذا كافياً ترجمة نانسي قنقر